مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحابته الطيبين الطاهرين ثم أما بعد أعزائي طلاب الصف الحادي عشر أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية درسنا لهذا اليوم في مجال القرآن الكريم تلاوة سورة يوسف من الآية التاسعة والثلاثون وحتى الآية الثالثة والأربعون أهدافنا لهذا الدرس يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الدرس أن تتلو الآيات المقررة تلاوة سليمة وأن تفسر معاني المفردات والتراكيب الواردة وأن تتذكر أحكام المد الطبيعي والواجب والجائز التهيئة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه عزيز الطالب ما الذي تفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم تلاوة القرآن وتدبره وحفظه سبب في أن ينال المسلم الشفاعة يوم القيامة ننتقل إلى الهدف الأول استمع وتدبر عزيز الطالب نتلو الآيات من الآية التاسعة والثلاثون إلى الآية الثالثة والأربعون تلاوة سليمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباهم متفرقون خير أم الله الواحد القفار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق الله العظيم التقييم البنائي اختبر إتقانك لتلاوة الآيات الكريمة عزيز الطالب مستعينا على ذلك بعد الله تعالى بتطبيق آيات ننتقل إلى الهدف الثاني نفسر معاني المفردات والتراكيب الواردة الدين القيم أي الدين المستقيم فيسقي ربه أي يسقي سيده تستفتيان أي تسألان عجاف سبع عجاف أي هزيلات تعبرون أي تتعلمون أو تعلمون تفسيرا لدينا تقييم البنائي عزيز الطالب أجب عما يلي فسر معاني المفردات والتراكيب الآتية ما معنى الدين القيم فيسقي ربه تستفتيان عجاف تعبرون أحسنتم أعزائي الطلاب ننتقل إلى الهدف الثالث ونتذكر أحكام المد الطبيعي والواجب والجائز أولاً عزيز الطالب المد هو إطالة زمن الصوت بحرف المد وسنتعرف على حروف المد من خلال المد الطبيعي للمد حروف ثلاث الألف الساكنة المفتوح ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها وقد اجتمعت في كلمة نوحيها لاحظ عزيز الطالب الواو ساكنة وقبلها مضموم هنا المد طبيعي بمقدار حركتين وكذلك الياء ساكنة والحاء قبلها مكسورا وهنا المد طبيعي أيضاً بمقدار حركتين والألف هنا ساكنة وما قبلها الهاء مفتوحة فهذا أيضاً مد طبيعي بمقدار حركتين المد الواجب المتصف هو أن يأتي بعد حرف المد همز في نفس الكلمة تتوفر الشروط السابقة التي ذكرناها أن يأتي حرف المد ساكناً وقبله حركة تناسبه ثم يأتي بعده همزة في نفس الكلمة هذا المد يسمى المد الواجب الأمثلة لدينا المثال الأول قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة لاحظ عزيز الطالب في كلمة جاءتهم جاءت الألف ساكنة وقبلها الفتحة حركة ناصبها وبعدها همزة في نفس الكلمة توفرت شروط المد جميعها هذا المد يسمى بالمد الواجب المتصل ونزيد هنا زمن الصوت عند النطق بحرف الألف بمقدار خمس أو ست حركات في حالة تطرف الواجب المثال المثال الثاني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لاحظ عزيز الطالب في هذا المثال الألف ساكنة وما قبلها مفتوح وبعدها همزة في نفس الكلمة هذا المد يسمى أيضا بالمد الواجب المتصل ولدينا في المثال الثالث قول الله تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم لاحظ عزيزي الطالب لدينا هنا ثلاثة كلمات أو ثلاث كلمات فيها حكم المد المتصل أو كلمتين عفوا الكلمة هذه المد فيها جائز كلمة سوء لاحظ الواو ساكنة وما قبلها مضموم وبعدها همزة في نفس الكلمة ولاحظ أيضا كلمة أهواءهم الألف ساكنة وما قبلها مفتوح وبعدها همزة في نفس الكلمة إذن المد واجب المتصل المد المتصل يكون بين كلمتين حيث يقع حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التالية ومقداره إما حركتين أو أربع أو خمس حركات وحكمه الجواز أي جائز وسمي منفصلا لانفصال الهمزة عن حرف المد وسمي جائزا لجواز قصره وتوسطه ومده لدينا الأمثلة المثال الأول قول الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد لاحظ عزيز الطالب جاء حرف المد ساكنا وما قبله مفتوح حركة تناسب وبعده همزة ولكن في كلمة أخرى منفصلا وكذلك قول الله تبارك وتعالى ما أعبد لاحظ حرف المد ساكنا وما قبله حركة المناسبة الفتحة وبعده همزة في كلمات أخرى المثال الثاني قل يا أيها قل يا أيها الكافيرون لاحظ عزيز الطالب هذا المد يشتبه على كثير من الطلبة لكنه مد منفصل لأن حرف لأن يا حرف نداء يا أيها يا أيها الهمزة وبعدها الألف ساكنا وبعدها همزة في كلمة أخرى المثال الثالث انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون صدق الله العظيم لاحظ عزيز الطالب الواو ساكنة وما قبلها مضموم وبعدها همزة في كلمة واحدة إذن الحكم هنا مد جائز منفصل لدينا الغلق الختامي أحباه الطلاب لاحظ هذه الأمثلة وحدد نوع المد فيها المد الواجب المتصل نلاحظ عزيز الطالب أنه باللون الأخضر والمد المنفصل باللون البرتقالي أو البني لاحظ الأمثلة تدبرها وتأملها جيدا عزيز الطالب ثم تدرب وتمرن على استخراجها وتحديد نوعها لوحدك لدينا هذا النشاط التفاعلي أحباي الطلاب نمسح الرمز لنقوم بأداء النشاط التفاعلي بارك الله فيك بذلك يكون انتهى درسنا بهذا اليوم شاكرا لكم حسن إصبائكم وإلى لقاء قريب بكم بإذن الله تعالى لا ننسى تلاوة الآيات ثلاث مرات مع مراعاة أحكام التلاوة والتجويد التي تعلمنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته